بسم الله الرحمن الرحيم نحن مع أحد الجرحة من السوال الطن سكان باب سباع اللي كان عميراته على جبهة الصفصافي اتجاه حي باب سباع المحتل طبعا صديقنا نتعرف عن العمل اللي كان جاهد فيه والطعام اللي عمياكل وكيف عايش حياته المعيشي اللومي السلام عليكم شايف متل ما شايفين انت هنتي هنتي ساكل هلا فطورة هلا هداوا فطور الجريح اخيه هذا فطور و ولاي و عاشايا يعني ما بس فطور والحمدل رب العالمين يعني يعني عندك الفطور زيت وزعتر والزيتون والخبز اديش كام رغيف قطع لك من الهار؟ ثلاثة رخفي والرغيف يعني لا يفكروا انه رغيف خبز كامل ما بيشبه هذا رغيف رغيف صادج يعني رغيف ما بيشبه ما بيشبه. يعني عم يعطونا للمصابين كنون كيلو 300 قرام طحين خلال؟ خلال الجمعة بالجمعة بيطلع لكل واحد كيلو 300 جرام طهين شو بيكفوه دولة؟ يعني بالنهار ثلاث خبزات ما بيكفو ما بيكفو ما بيكفو ويا ريت خبز يعني مثل الخبز يعني الخبز يعني الخبز يعني الخبز يعني خبز صاج هو يعني ليتفرج ريت الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بعين الله بس أنا لازم نعرف لحنا بجريه بحتاج لفلاكة لخضار لحليب مثلا شي يغزي جسمه ايه الجسمه قصير انت جرحك صلو زمان انت حكي له كيف تصاوبت وبأي جمعة كنت؟ أنا كنت بجرحة بارسباع أخيح الوادي كان الجيج عم يحاوي يقطحم حيي صفصافي هو من بارسباع عم يقطحم علينا حيي صفصافي أنا كنت واعف عخط الوادي عم نقوموا قاموا ضربوا بحشوي او بيجي علينا قاموا سبحان الله جيتني اجريه ومون اجريه أنا تصاوبت بأجرتين بهاي الاجر وبهاي الاجر نعم قلت بالخزيفة؟ بالخزيفة التنتين خزيفة بعشرة؟ لا خزيفة ربي جي حشوة فراغية نعم اجيت حدي وفجري بقى هون انا ركبته راحت نعم ما في عندي مفصل انا يعني هلا هون بركبته ما في مصلحة؟ ما في مفصل انا هذا السيخ ما لازم يحطوا لي سيخ انا انا بدي مفصل او بدي زراعة عظم تطعيم عظم انا اقدر اوقف وامشي انا صر لي لها خمسة شهر متصاوية خمسة شهر اعب الفرشي خمسة شهر اعب الفرشي يعني مشفر الميداني اسحفوك عن مشفر الميداني ما ادري يحطونا غير هاي السيخ ما ادرهم انا هلا اجريه متوجانيو يعني بحالة بيتر وصلت لحالة بيتر اكتر ممرة نعم في وجه دائم اي وعيش عمسكين وصلت لحالة بيتر يعني ما في ما في اسحفار ما في لا فيتامينات لغزاء لا حتى المعالجات الطبية قلت كثير نعم والدكات يعني ما يأسروا الحملة رب العالمي بس ما في الخبرة المطلوبة ما في الخبرة مطلوبة هلا انا بدي دكتور يركب له مفصال هون دكتور بدي يركب مفصال ما في دكتور يركب مفصال ولا في مفصال ولا في مفصال هون بيقولوا لك استنى ذلك الطريق هذا الحصارت من تشهر يعني دائم خناح عندنا جميعا وسيصنعج الجرحة انت خمسة شهر من هذا الاصابي شعن تنتظر شعن تستنى عم ننتظر فرج رب العالمي ويده الشباب تفتح من الطريق مشان نطلب بتعالج بره انه يكون يشرب وحسن في عنا الحمدار يعني انا بعرفك والناس كلها بتعرفك من اول الثورة من سكان حيبار الصباح انت طلعت بالمظاهرات ملش من اول الثورة وشبيها قاموا باعتقالك بقلب بيتك تحكي لي عن مجل ذاتك وكيف تم اعتقالك وليش اعتقلون اول شي اعتقلوني لانو انا عم بطلع ضدهم وبيتك كان قريب علي وننزل يعني قريب عمارة العلوية فينا نقول هن الطائف ايمان هن هن اول من عمله طائفية نعم عرفوني انو انا عم بطلع ضد بشار الكلب ما بشار الاسا ذوي حرام نقول بشار الاسا انتي ساكن بالشارع مجمد بالشارع مدرسة مدرسة بين باب السباع و بين النزا انا مدرسة الفارع بين باب السباع و النزا كان الجيج ينزل يؤوس بشارعنا المظاهرات اللي بتمر بباب السباع انو كنشوفهم بعيني قول هذا الجيج اللي بدي يحمينا نعم هذول كلاب بالشارع يعني و انا طلعت مظاهرات و انا طلعت من اول السورة والعالم بتعرف هالشي هي صرت تساعين دا بالعلام وباللافتات وبالإزاع وتشيل وتشتغل بالمظاهر يعني ايه انا صرت اشتغل الحمد العرب العالمي و عرفوني يعني في مخبرين كتير كون و عرفوني انو انا عم بطلع بالمظاهرات و عم اشتغل كيف دهم الجيش نزلوا شبيحة ماجيج شبيحة مدنية لابسين نزلوا و داهموا بس بيتنا و بيت لحدنا بيت عمي هو ما دقوا الجرس طلعوا فورا انا طلعت هيك عم طلع الشباط كما لقيتون وين صارين تحت بيتنا متهرت ع السطح لما محاطين السطح وكل شي قاموا لقاطوني هويتك رجيتون هويتك قالوا لي بلا نحنا بنا ياكل اخدوني وعن نزع نعم هونيكي يعني تعزيب ما بالعقل وين عزبوك بالنزع اخدوك على الفرع عامن ولا ببيه نعم عزبوني عن الشبيحة هني بيت الجوخدار بالخص ادهم الجوخدار عاصم الجوخدار معنى الجوخدار بالابو عامل مقاب العزين هون في عزاوي نحن مراي معرة معرة مرايج ثقيرسيارات اسمه ادهم الجوخدار بالابو تحته بالزاوي عزبوني وانا كنت هناك يعني بعرف هون يعني كنت اظل عن النزع انا بعرف مين اللي العزبني ومين اللي ضربني ومين اللي الشبيحة بيناتو أني اللي عزبني هو ادهم الجوخدار اللي هاي الشبيحة inheritance ادهم الجوخدار عاصم الجوخدار مع noget جوخدار فهد هذا فهد يشو خداره بزداد كانوا يطلع بالسيارات مدنية روحوا يلموا الناس من الشوارع يشوفوا هويتهم بعد اسبع مثلا هويتهم خالدية هويتهم حمص الأليني يعتقلوا الناس كمان يجيبوها على الأبو ويلحوا المظاهرات يلموا الناس يشوفوا المظاهر يطلعوا يروشوا الناس بالمظاهرات يدونهم نفسها وصومر سلوم وعباس سلوم كمان وعلي سلوم وعلي حمدان كمان هذولي طب شو شفت داخل بالأبو بالأبو والتعذيب شو عزبوه؟ أول ما أخدوني أعزبوني صاروا يضربوني بالنباريج الخطر طبعية المي هاي البلاستين وحر أقولي أجرب فحم هوني نعم حر أقولي أجرب فحم أرقيلي ماذا؟ بالدنياني أعترف أنه أنا شايل سلوح وانا كنت شايل يعني ما أنا شايل سلوح بس كنت عم بطلع بمظاهرات سلمية كنا هني فتشوا بيتك ما لقوا لأسلاح ولا أشياء فتشوا أكتر من المرة واللي جننون انه ما لقوا أسلاح وزاد اللحم بقلبهم لأنه ما لقوا أسلاح وبلش يقتلوني بزياني حر أقولي أجرب فحم حر أقولي أجرب مهيسوخي كان مش رب متى هو فهدج وخضاري حر أليسه وانا باعرفوه حاطين بمقمشين هني بس أنا شايل من تحت البقميش بس أنا شايل من تحت البقميش وصار يسألني على العالم وباب الصباح وشو بتعمله وكزا قالوا أنا ما يعني ما منعمل شي شو هي الأسئلة اللي تسألتك مين يحدد مثلا كان يسألني مين بيشيل سلاح مين بيقطع شوارع بباب الصباح مين البيت وسلاح مين اللي عند كون سلاح مظاهرات مين بيطلع بالمظاهرة مين بيطلع مين بيفوت مين مين بيعمل بدون يعرفوا كل التفاصيل بأي جامع بتصلي صلاة الجمعة حتى كان يعني وسيلة للدبح كانوا يدبحوا العالم بالأبو هذا بالزاب نعم اني شفت ناس مع معتقلين انا شفت كان مع سبت معتقلين حتى بالأبو هذا اللي فت عليه أنا كان فيه غرفي كل دم كانوا يدبحوا العالم فيها بالزاب اني شبيحة في قلبي الغرفة تجدت دم فيه الأبو أربع غرفة فيه غرفة مليانة دم هاي تعذيب حتى المو تعذيب حتى المو ومين يدبحهم حتى كهرباء أنا كانوا يكهربوني بعصرائية الكهرباء كتير ووصلت أنا لحاد يعني لحاد فوتوني على هاي الغرفة يدبحوني بالنزل بس رب العالمين دخلوا اسمهم سبحان الله كاتب للنعيش بعد ما شلون طلعت انت من الأبو مثلا باوين عالوا؟ أنا كنت بالأبو كان معي ست شباب عام يجو الجيج الأم العسكري العساكر تبوت بشارة تولي كلو يجو عام ياخدوا المعتقلين أخدوهم أنا كانوا حاطيني بغرفة لوحدة ما فاتوا عليها أنا سمعت صوتهم بس ما هي طولة وما زعوا اسمي ما أخدوني فضيت آخر واحد قمت صورت عيّت انه بديم ماني بديم ماني عام نطع اسكري قالوا يا سيدي في واحد هون قالوا طلعوا كمان شع شع معمل الله وحده هادا؟ يعني كانوا بدون يروح ياخدوا الشباب وينسوني أنا نستنو الشبه جيو خضار يروح الناس اللي بتقنينهم وينحطوا حطاء لك شان يطبحوني شان يطبحوني شان يطبحوني عام رب العالمين يعني الحمد لله الحمد لله رب العالمين ايطولاك صرف أنا ايط انه بدي ما يبدي كزا عزكراك